المحافظة على التاريخ كتاريخ والاستفادة منه في استنباط واستيحاء أزياء جديدة مستمدة من هذا التاريخ شيء جدا ممتاز يعني لو بناتنا ومصمماتنا استخدموا هذه الأزياء التقليدية لتصميمات حديثة بنحس يعني تعطينا الحس المستمد من هذه الجذور وتعطينا التمييز اللي مطلوب أننا نتميز فيه عن الأزياء الغربية أكيد واللي ممكن للجميل الدكتورة أن صار في خلال السنة في السعودية يعني مناسبات أو مواسم تحتاج إلى الأزياء التراثية البحثة أو الأزياء اللي هي مطورة فصار يعني كلاهم مطلوب فممكن نحافظ على التراث بالأزياء اللي هي زي ما كانت موجودة في المناسبات لا تسعر فيه مثلا عند الكأس السعودية ولا يوم التأسيس ولا اليوم الوطني أو حتى رمضان والعيد أو في مناسبات أخرى اللي هي الحين صارت عالمية والسعودية الآن قاعدة تنفتح بشكل كبير على العالم في إفنس كثيرة راح تجي فودهم يتعرفوا على تراثنا ويقتنوا بعض هذه القطع اللي يستخدموها بشكل كبير اشتركوا في القناة